السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع اقتراب مباراة نهاية ما بين الاهلي والوداد نهاية دور الابطال هيكتر بقى الكلام وهتكتر الاشعاعات وهيكتر القيل والقال وفي ناس طبعا بقى هتخش تحلي في الموضوع وتنفخ فيه علشان خاطر توصله لغرض ما احنا عارفينه بس هنرد على الاشعاعات والكلام ده في الفيديو ده وايه هو اللي بينتوي فعله محمود الخطيب تجنبا لكل الحوارات دي وايه هو طلب الكاف من النادي الاهلي وما بين الاتحاد المصري علشان خاطر مباراة النهائي دي كلها مواضيع نتكلم فيها خلال الفيديو ده بس في البداية ما تنساش تعمل لك وشير ويلا بينا نشوف المفيد امبارح والنهارده كترة اخبار ان حمد فتح مصاب الشيناو المصاب الاهل هيلعب بمين مع عنده حراس الاربع حراس سلاتات حراس المتسجلين المصابين الاهل هيلعب بعم حارس تقريبا حارس مرمى ولا هيلعب بياسر ابراهيم وكترة الاخبار السلبية على النادي الاهلي خلال امبارح واليوم بس طبعا الحمد لله وده انا كنت متوقع وكنت متأكد منه يقينا ان محمد الشيناوي مش هيغيب عن لقاء النهائي لان محمد الشيناوي ما كانش مصاب اصابة اللي يعني كبيرة اوي او الاصابة اللي تغيبه محمد الشيناوي كلنا عارفين انه كان عنده اقاف 3 مباريات بسبب الطرد الاخير اللي خده في الدوري المصري وكمان كان عنده ظرف خاص عائلي به الراجل ما افصحش به فعشان جاي حمش نطلع نتكلم عنه ولكن هو ظرف عائلي خاص هو ده بالضبط اللي كان بعده اليومين اللي فاتوا عن النادي الاهلي خاصة لو هو كده كده ما كانش هيلعب فكان بيريح للاصابة الخفيفة وللظرف العائلي بتاعه ده فاذا محمد الشيناوي باذن الله جاهز وزي ما طلع المركز الاعلامي في النادي الاهلي واعلن ذلك وده المطلوب اثباته انت لما يكون فيه اخبار سلبية لازم ان تطلع تكذبها اول باول خاصة وانت داخل على نهائي دور ابطال افريقيا طبعا برضو من ضمن الاخبار والهيصة اللي حصلت وهي حمدي فاتحي وحمدي فاتحي مش لعب النهائي وحمدي فاتحي عنده مزء وطلع كل الصفحات وصفحات كبيرة اتكلمت في الموضوع عن حمدي فاتحي حمدي فاتحي في التمرينات يعني اصابة خفيفة جدا والاشعة اثبتت ان اللعب مفوش اي مشكلة حاجة عادية ومستعد تماما لخوض نهائي دور ابطال افريقيا فده بالنسبة للشائعات والاكاذيب اللي بتطلع على نادي الاقلي ومشي عايزين يا جماعة نمشي وراها نمشي وراها لان الاخبار السلبية دي بتأثر على نفسيتك انت كمشجع اللي المفروض تكون داعم والمفروض ان انت تكون صاحب الطاقة الايجابية للفريق عشان خاطر يعدي هذه المباراة وهي المباراة الاولى بسلام وباكبر نتيجة ممكنة في القاهرة هنا عشان خاطر يستريح في المباراة العودة في المغرب ان شاء الله طيب ايه بقى اللي الكابتن محمود الخطيب ينتوي ان يفعله طبعا كلنا عارفين ان في اخر الاسبوع الحالي سيتم افتتاح فرع التجمع الخامس للنادي الاهلي وطبعا هيعمل النادي الاهلي حفل كبير وبيرتب ترتيبات كبيرة جدا فالنادي الاهلي بينتوي والكابتن محمود الخطيب بينتوي ودي اخبار شبه مؤكدة انه يدعو يدعو رئيس نادي الوداد وبعض من الكبار في نادي الوداد او الناس اللي هتكون متواجدة لان نادي الوداد هيكون متواجد في هذه الفترة في القاهرة طبعا استعدادا لمباراة الاحد المقبل باذن الله فمحمود الخطيب ينتوي ان يدعو رئيس نادي الوداد وكبار المسؤولين في نادي الوداد لحضور هذه الحفل وايضا ينتوي ان يدعو رئيس الجمعية المغربية لكرة القدم وهو السيد فوزي لقشع برضو حضورا للافتتاح لان الفترة اللي فاتت النادي الاهلي كون علاقات طيبة جدا بالمغرب وبالاستاذ فوزي لقشع وايضا بالوداد المغربي وبالرجاء ودي كلها علاقات مثمرة جدا 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 وده شيء رائع من الكابتن محمود الخطيب انه يقرب المسافات يمحي اي عدوات او يمحي اي اختلافات ما بين الفرق ويبقى النقاش كله او المنافسة كلها تكون داخل الملعب فقط لغير فاكيد حاجة زي دي هتكون في صالح الكرة المصرية وصالح الرياضة عامة وصالح الاخوة والعرب والكلام ده كله خاصة ان ما يكونش فيه شحن او ما يكونش فيه خلاف خارج الملعب ما بيننا ويكون بيننا تنافس قروي فقط لا غير ودي خطوة ايجابية جدا جدا من الكابتن محمود الخطيب وبص هنا بيعمل ايه النادي الاهلي بيلم العلاقات وبيقرب المسافات ما بين الاندية وبعضها وخاصة الاندية العربية وخاصة على نحو التحديد المغرب المغرب بصراحة اللي اعلامها الفترة اللي فاتت ما شفناش اي تجاوز تماما في حق النادي الاهلي ما شفناش اي حاجة خرجت من عندهم الناس بيتعاملوا باحترام اي نعم بيثندوا فرقتهم فرقة الوداد بيحمسوهم بيعملوا كل اللي هم عايزينه لفرقتهم بدون التعدي على المنافس انا راجل شبه متابع الاعلام المغربي خلال الفترة دي خاصة عشان النادي الاهلي وانهاء دور الابطال الناس بصراحة في قمة الاحترام والادب والزوء خلال الفترة الاخيرة فتحية تحية للمغربة واخواتنا المغربة واخواتنا الوداد وان شاء الله باذن الله تكون مباراة رائعة جدا للفرقين والاهلي يكسب ان شاء الله فبسمتوني بقى انا بحبكم وكل حاجة ولكن ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكسب الاستاذ القاهرة في النهائي ايوه زي ما بقولك كده طلب السعة الكاملة لاستاذ القاهرة في النهائي وقال او وصى توصيات خلينا اقولك ان طلب الاتحاد ده مش اجباري يعني خلينا نتكلم ونحط النقط فوق الحروف بالزبط الطلب ده ما هواش اجباري ولكن هو تمني ولكن هي رغبة ولكن هي حاجة كويسة ان انا بقولك املى الاستاذ ان انا عايز الاستاذ يكون مليان طبعا ليه لان ده بيأثر على التسويق للاتحاد الافريقي لما المباراة تتنقل عبر قنوات كتيرة ودول كتيرة تشوفها فبالنسباله لما يكون الاستاذ مليان على اخره ده بيدي صورة ايجابية للمباراة وبتدي تأثير ايجابي وتأثير فعال للماتش ان الناس في مشاهدة والناس في اقبال والكلام ده كله وتسويقيا بتخش في اقتار كويس جدا جدا فده الطلب من الاتحاد الافريقي للنادي الاهلي وايضا نفس الطلب راح للاتحاد المصري الاهلي اخذ الطلب دوت وقدموا للمسئولين كنت سمعنا ان فيه اخبار طلع ان فيه بس عشرين الف مشجع هيكونوا متواجدين وبالسماح هيكون بعشرين الف فقط لغير ولكن دي كانت اخبار ما هياش مؤكدة ما هياش مؤكدة لعشرين الف دول ما هواش مؤكدين ولكن النادي الاهلي تقدم بطلب اخر ويارفق معايا طلب الاتحاد الافريقي وان شاء الله باذن الله يكون السعة الكاملة للإستاذ وزي ما شفنا امبارح او سمعنا وزير الشباب والرياضة كان طالع في حوار مع عمر اديب وقالك ان بنسبة كبيرة هيكون السعة الكاملة للإستاذ هو ما قالش السعة الكاملة ولكن قالك النسبة هتزيد او العدد هيزيد واكد على حطة الزيادة دي بس ما قالش كام فاحنا ان شاء الله باذن الله ممكن توصل لخمسين الف وطبعا الخمسين الف دول اكيد ان شاء الله هيوصلوا للسعة الكاملة للإستاذ والإستاذ هيكون مليان عن آخره ومؤذرة جماهير النادي الاهلي اللي لازما اوجه لها التحية ولازما اوجه لها رسالة هامة جدا ان انت لازما تروح فكك من الكلام اللي يقول لك ايه؟ انت ما تروحش وانت مش عارف ايه وكلام ده انت روح والتزم النادي الاهلي وقدرته لازما يضع الثقة للجمهور ان هما يعودوا ولازما الاشاءات والكلام اللي تلك ان ماينفعش تروح والكلام ده كله وهايحصل اذى والكلام ده كله لك لأ انت طول ما انت ملتزم محدش هيقدر يأذيك طول ما انت رايح تشجع الاهلي بس محدش هيقدر يأذيك وعلى الناس او على ادارة النادي الاهلي ان هي ترتب الموضوع ده مع السلطات الامنية ومع الناس المسؤولة عن تأمين الاستاد لازم كل ده يترتب لازم الجمهور يكون رايح عارف ايه اللي ليه ولا عليه عشان خاطر يحضر الماتش ويكون مؤاذر للنادي الاهلي النادي الاهلي متفوق فقط بجمهوره النادي الاهلي بدون جمهور اللعيبة اداءها بيكون قليل جدا جدا شوفنا الفترات اللي فاتت في وجود الجمهور النادي الاهلي عمل ايه والنتائج الايجابية والاداء الايجابي نتيجة وجود الجمهور بيكون عامل ازاي ودي مباراة نهائية لازم في القاهرة هنا ان شاء الله باذن الله نحسمها ولازم نطلع بنتيجة ايجابية تريحنا في ماتش العودة باذن الله لنادي الاهلي النادي الاهلي ذكر حضراتكم هيلعب بكرة مع سيراميكا كولوباترا في الدور المصري ساعة تسعة ونصف ثم بعدها يوم الاحد باذن الله باذن الله اللقاء المرتقب ما بين الاهلي والوداد المغربي والذهاب في القاهرة والحد اللي بعده هكون مباراة العودة في المغرب باذن الله باذن الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي نتمنى كل الدعم من جبهير النادي الاهلي اللي لحبته خلال الفترة القادمة الفترة القادمة مش محتاجة بقى اي كلام اركن بقى الكلام المحلي ده على جنب اركن بقى الكلام الناس اللي عملين يقولوا كاس السوبر ومش عارف ايو الحاجات دي اركن بقى المحليات على جنب دلوقتي انت كعزيزي المشجع الجميل عزيزي المشجع الاهلاوي اركن اي كلام دلوقتي واي حوارات دلوقتي على جنب ونركز بس وندعم بس اللعيبة ان شاء الله علشان خاطر النهائي يكون في صالح النادي الاهلي والنادي الاهلي يحمل البطولة 11 باذن الله في النادي الاهلي باذن الله باذن الله بطولة افريقيا ستكون في النادي الاهلي هذه السنة باذن الله لايكوش الفيديو لو مشتبقنا على صفحة ده بيعنا ضبطوا في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته